هذا وكان قد استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلن هيانة رئيس الدولة اليوم فخامة الويس إنسيو لولا داسيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة الذي يقوم وزيارة رسمية إلى الدولة ترفق سيدة الأولى جانجا لولا داسيلفا واجرت لفخامة الرئيس مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه إلى قصر الوطن في العاصمة أبو ظبي حيث أطلقت المدفعية إحدى وعشرين تلقتن واستفت ثلة من حرس الشرف تحية وترحيبا بفخامته واصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد دان هيانة الرئيس الضيف إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني للبرازيل ورفق موكب ضيف البلاد عدد من الفرسان على صهوات الخيول العربية الأصيلة في ساحة القصر فيما حلق فريق فرسان الإمارات الوطنية للاستعراضات الجوية في سماء القصر مشكلا لوحة بعالم البرازيل وكان في الاستقبال سمو الشيخ منصور بن زايد دان هيانة نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد دان هيانة وليه عهد أبو ظبي وسمو الشيخ طحنون بن زايد دان هيانة نائب حاكم إمارة أبو ظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد دان هيانة ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ومعالي صقر غباشة رئيس المجلس الوطني الاتحادية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون ومستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الوزراء والمسؤولين ترجمة نانسي قنقر